قبل ما نتكلم مع حضرتك على فكرة أورام الرئة وطرق العلاج منها وكيفية العلاج منها وحتى نسبة الشفاء منها خلينا برضو نتصرق لموضوع آخر وشكل أشكال مختلفة من التدخين ونؤكد على الناس مرة تانية فيه ناس شايفة أن الشيشة أقل ضرر فيه ناس شايفة أنه الفيب أو السجارة الإلكترونية حتى أقل ضررا ولكن بعض الأبحاث بتشرينها أكثر حتى ضررا من التدخين التدخين كله له نفس الأضرار بما فيها الإشاعات التي تطلع على طول على الفيب والسجارة الإلكترونية أنها أقل ضررا لا الحقيقة أنا شايف أنها أكثر ضررا لأن فيه أضرار منها إحنا لسه بنعرفهاش موات كيميائية بتبقى وجود ولسه بنعرفهاش لأن دي حاجات كلها بقالها أقل من عشر سنين بالضبط السجارة إحنا عارفين أولها من آخرها وعارفين أضرارها واتعابل عليها آلاف الأبحاث لكن الحاجات دي هي فيها نفس الأضرار بتاعت السجاير وفيها حاجات تانية لم تكتشف بعد فبالتالي الشيشة الفيب السجاير الإلكترونية السجاير العادية البايب كل دوت لنفس الأضرار التبغي المسخن بقولوا مثلا ممكن التبغي لما يبقى مسخن ده اللي هو منتشر دلوقتي ده برضو ليه ضرر شديد نفس الأضرار وأضرار شديدة وزي ما بقول فيه أضرار لم تكتشف بعد وحناكتشفها بعد عدة سنوات لو شخص بيشوفنا ومدخن يبتدي إلى إمتى؟ يعني يبتدي يزور الطبيب إمتى؟ يعني إحساس أنه فيه مشكلة في الجهاز التنفسي تنصح المدخنين طبعا نصيحة الأهم أنه يقلع عن التدخين تماما لكن يبتدي يتطمن على صحته إزاي؟ ده سيقول في منتهى الأهمية مشكلة سرطان الرئة هو إن دايما بيكتشف متأخرا يعني مثلا يكون السرطان موجود ويكتشف بعد سنتين تلاتة من وجوده في الجسم ليه بقى؟ المدخن كده كده بكحة تمام؟ من أعراض سرطان الرئة الكحة وتغير الباترن أو شكل الكحة بتاعته فأول حاجة لو المدخن بدأ مثلا قبل كده كانت الكحة دايما نشفة وبدأت الكحة تبقى مدممة وفيها بلغة بشكله غريب شوية لازم تلفت نظره تاني حاجة لو بدأ إن هو يخس في الوزن وبدأ إن شهيته للأكل تقل ده برضو لازم يبقى مؤشر وجرس إنذار ليه تالت حاجة لو بدأ نفسه يتعب بزيادة عن الطبيعي بتاعه والنهجان يزيد معناها ممكن إن الورم بيجبر أو إن الورم بدأ يسد الشعب الهوائية رابع حاجة لو بدأ يحس بألام في الصدر الورم لما بيجبر ويبدأ إن هو يقرب من القفص الصدري بيلمس الأعصاب فبيبدأ يعمله آلام في الصدر بعض الناس بتعتقد إن الآلام ديت مثلا نتيجة للقلب أو كده لكن في حالات كتيرة بتكون الآلام ديت نتيجة للورم السرطاني اللي بدأ يقرب من القفص الصدري للإنسان كل دي أعراض لازم الواحد يخلي باله منها وأؤكد مرة تانية إن الأهم بالنسبة للمدخنين أولا تقلع عن التدخين وثانيا لو أنت مدخن لفترة كبيرة وحتى لو بطلت بقالك أكتر من عشر سنوات لكن كنت بتدخن لفترة أكتر من عشرين سجارة في اليوم لمدة عشرين سنة أو أربعين سجارة لمدة عشر سنوات لازم كل سنة نعمل مرة واحدة أشعة مقطعية بدون سبغة وده للاطمئنان زي ما تسيدات مثلا بيعملون ماموغرافي سنويا بعد سن الأربعين أي حد لازم يعمل الأشعة المقطعية ديت مرة سنويا لو هو مدخن وعلى فكرة برضو حاجة تانية زيادة التدخين في السيدات الفترة ديت كلنا بنشوف دلوقتي على الكافهات وكده السيدات بتشرب شيشة والسيدات اللي بتدخن وهكذا وبدأت تزيد كثيرا جدا نسبة الأورام اللي بنشوفها وبنعمل لها عمليات بشكل يومي بالنسبة للسيدات فبرضو ده جرس إنزال